اخوة من الدمام يعني رجونا في عرض هذا السؤال قبل اواني ما حقيقة قلق القائل بان المسلمين في وضع حرج يرسل وانهم متفرقون ومتأخرون فيما بينهم ومتناحرون واعداء الاسلام يتربطون بالمسلمين الدواير فلا داعي لإصارة وزيادة فرقة المسلمين بذكر الخلافات العقائدية وامور البدع فهم يقولون لا داعي لدراسة العقيدة الان لان هناك امور اهم من دراسة العقيدة كتوحيد المسلمين نبضى دائم رضينا من سمحاتكم ان تبينوا لنا معنى العقيدة على منهج السلف وما هو تعريف العقيدة جمع المسلمين لما يكون على العقيدة مهم على التهرق والبدع جمع المسلمين يكون على توحيد الله وطاعة الله واتباع سنة والشرك والبدع هؤلاء يفرق الناس والمعاطين يفرق الناس مطاليق الناس ويتفقوا على تحقيق شريعة الله واتباع ما جاء به نبي صلى الله في الثقة الدول الإسلامية على استباع الشريعة وتحكيم جائبه رضي الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ذلك والتعاون في هذا ضد ضد كثرة فهذا هو طريق السعادة فهذا طريق الجامع والعقيدة الصحيحة هي التي ترجعها رضي الله صلى الله عليه وسلم وافحامه بطوحيد الله والإيمان به وبأسبائه وطفاته والاستقامة على دينه وتنبيد أروابه وترك نواهيه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها ولمن ما خالتها هذا من هجة السنة والجماعة وهذا هو طريق رسولتهم وأضحاده وطريق أسباعهم بإحسان فلن مغير الناس فرقوا لن مغير الناس هذا يحكم قام القرسي هذا يحكم قام القرسي الريكي وهذا يحكم كذا وهذا يأمر بهذا وهذا ينهى عن هذا واختلفوا فيما بينهم وصالت الشهنة والعداوة وصالت الدول المتفرقة دولا ولكذا ولكذا وكل يخاف على فيها سطر وعلى كذا وعلى كذا ومن أجل هذا صارت هذه الفرقة ومع ما نشأ من الشذف والبدأ في كثير من الزوال الإسلامية وكثير من البلاد الإسلامية هذه هي التي تستبدل الفرقة وإذا وطق الله جميع وتعاون برد والتقوى وعلى تحكيم الشريعة ودانوا بالحق الذي بعث الله بنبيها لحظه والسلام وعتطوا بحب الله جميعا صاروا بلالك أمة واحدة واستقى ما أمرهم وهذا هو عدوه يسأل الله لجميع الهدائي يسأل الله رده للصلاة وإياكنا وإياه صلاةه والتقيم